تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة حفظه الله بزيارة إلى المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وكان في استقبال سموه لدى وصوله مع علي شيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وسعادة الدكتور مونير بوشناقي مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وعدد من المسؤولين بالمركز وفي بداية الزيارة قام سموه الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بجولة في أرجاء المركز حيث استمع سموه إلى شرح عما يحويه المركز من أقسام ومرافق والمكتبة والقسم الخاص بالتراث الطبيعي بالإضافة إلى الدور البارز الذي يقدمه المركز في الحفاظ على التراث العربي كما استمع سموه إلى شرح عما يقوم به المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والذي يعتبر جزءا هاما من استراتيجية المركز الرامية إلى تشجيع ومساعدة الدول العربية على تسجيل مواقعها الطبيعية على قائمة التراث العالمي إضافة إلى عمله على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات لمساعدة الباحث العربي والدارسين للتراث الطبيعي على الحصول على المعلومات اللازمة وبهذه المناسبة أكد سموه شيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على أهمية إقامة مثل هذا المركز ودوره في الحفاظ على التراث الإنساني والطبيعي في الدول العربية وأشار سموه إلى أهمية زيادة التعاون والعمل المشترك القائم بين المجلس الأعلى للبيئة والبركز الإقليمي العربي للتراث العالمي من أجل تعزيز الأهداف المشتركة وما تمتلكه مملكة البحرين من سمعة طيبة في مجال المحافظة على التراث العربي وقدم سموه شيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الشكر إلى معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار رئيسة مجلس إدارة المركز وسعادة الدكتور مونير بوشناقي مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والقائمين على المركز على إقامة مثل هذا المركز الهام والأهداف المرجوة وفي ختم الزيارة تسلم سموه شيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة هدية تذكارية بهذه المناسبة